السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلاب الأعزاء بدرس جديد بعنوان قوى التلامس قد تعرفنا سابقاً على أنواع كثيرة من القوى مثل قوة الاحتكاك وقوة السحب وقوة الدفع وجميعها تعتمد في نشوئها على قوى التلامس إذ لا يحدث احتكاك إلا إذا تلامس سطح الجسم مع سطح آخر وعندها تنتج قوة الاحتكاك ولا تحدث أيضاً قوات الدفع إلا عند تلامس جسم مع جسم آخر فإنه يدفعه للأمام وعند سحب جسم للخلق فإنه يجب أن نلمس هذا الجسم لكي نستطيع سحبه بالقرب مننا إذن جميع أنواع هذه القوى تعتمد على قوى التلامس فعند تمشيط شعرك يجب أن تحرك المشط بيدك حتى تستطيع تمشيطه ولكن هل نستطيع تمشيط الشعر عند وضع المشط فقط داخل الشعر وعدم لمسه؟ بالتأكيد لا فيجب أن نلمس هذا المشط ونقوم بالتأثير عليه بقوة حتى نستطيع تمشيط هذا الشعر إذن قوى التلامس يجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين مصدر القوة والجسم المتأثر فماذا نقصد بقوى التلامس؟ هي القوة التي تظهر حينما يتلامس جسمان مع بعضهما البعض وسوف نقوم الآن بإجراء تجربة لنأخذ أمثلة على قوة التلامس أكثر إلينا صحن مملوء بماء وسوف نضع هذا القلم بداخل الماء طبعاً يعتبر القلم داخل الماء جسم ساكن والماء عندي ساكن عند التأثير بقوة دفع الماء على القلم كما نرى بدأ القلم بالتحرك من مكان إلى آخر إذن يتحرك هذا القلم بسبب قوة دفع الماء بهذا القلم وعند وضع قلم آخر في الماء والنفخ على هذا الماء فإن القلم يتحرك من مكان إلى آخر بسبب قوة دفع الرياح عزيز الطاهر هذا يحدث عند وضع القارب داخل الماء فعند وضع القارب داخل الماء تقوم قوة الرياح بتحريك أشرع القارب وتحريكه من مكان إلى مكان آخر إذن توجد قوة سخرها الله تعالى لنا في الطبيعة فللرياح قدرة على تحريك المراوح ودفع أشرع السفن وللماء المندفع قدرة على تحريك الأجسام أيضاً إذن ماذا نقصد بقوة التلامس قوة التلامس هي القوة التي تظهر عند تلامس أو اتصال جسمان أنواع قوة التلامس واحد قوة الاحتكاك كما نرى الآن أن القلم يحتك بالورقة فتظهر هذه القوة ونرى الكتابة إذن يجب أن يتلامس القلم مع الورقة حتى تحدث الكتابة قوة قوة دفع الماء كما شاهدنا في القلم عند تحريك الماء فإنه يعمل على دفع القلم بداخله وتغيير مكانه من مكان إلى آخر ثلاث قوة دفع الرياح كما شاهدنا بالنشاط أيضاً فعند النفخ على صحن الماء تقوم الرياح بدفع هذه الماء ودفع وهكذا يكون درسنا لهذا اليوم قد انتهى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر